طيب أنا حرجع هنا لاختيار الممثلين وتحديداً أمير عيد يعني واضح إنه يعني التعاون مع أمير عيد في ريفو والنجاح كان أيضاً هو السبب لدواعي السفر ولا كايروكي ولا إيه الموضوع لا ولاي خالص يا مفكرش في كده نهائي علاقتي بأمير إحنا يمكن قريبين جداً من بعض إحنا أسرة أصلاً وأصدقاء قوي علاقتي بأمير التعاود دلوقتي إلى 20 سنة هو أمير اللي ما كانش عايز يمثل يعني من الآخر بس لما تشجع في ريفو بدأنا نبتري يعني مش قصدي إنه هو ما كانش عايز يمثل بس هو وجهة نظره إذا صح التعبير يعني إنه كل حاجة ليه وقتها فلما حس إنه ده وقت يقدر هو يعني جاهز إنه هو يخد أو يخد تجربة الدراما فبدأنا بريفو لأنه عالم الموسيقى وريفو كان قريب شوية من أمير طبعاً غض نظر إنه فيه اختلاف في الشخصيات بين شادي وأمير بس يعني بعض الناس بتشبيهم ببعض بس ده مش حقيقيه طبعاً وإحنا بعد أما خلصنا ريفو الأولاني كان دوايا السفر أريدي فكرة موجودة يعني هو ما كان يعني مش بعد أما خلصنا ريفو كله عملنا دوايا السفر لا بالعكس هو دوايا السفر كان بيتكتب أو بنفكر فيه قبل ريفو التاني ما يتصور وإنت بتعمل ريفو يعني كان بقى حاضر دوايا السفر أه مصبوط وإحنا بنصور ريفو بقيته جزء تاني منه كنا قريدي عارفين موضوع دوايا السفر وعارفين أحداثه وعارفين كل حاجة وبنختار التوقيت الأنسب أن احنا نعمله فيه ولما تشجع الأخوة فوتش تبقى لهم كل التحية طبعاً يعني يلا نعمل هذا المشروع ونشتغله فبدأنا فعلاً والحقيقة هو أمير مناسب جداً على الشخصية يعني أنا يعني هنا هو كمان أيضاً مناسب قوي في الاختيار مع أنه والله يعني سوري أنا بقطع حليك بس يعني مع أنه والله الناس بقراها دايماً بتكتب تقول أيه أمير مناسب هو دايماً بيعني عنده اكتئاب لأ هو ما عندهش اكتئاب خالص هو ما عندهش اكتئاب خالص طيب أنا هنا حرجة على واتشت يعني أولاً نجاح ريفو وبعدين دوايا السفر هل أنت حاسس أنه المنصة منصفة بالنسبة لك أكتر من أنك تبقى موجود في الموسم الرمضاني والسخاب والمشاهدة والناس يعني الاحتفال الرمضاني بالدراما والله ده اختيارنا إحنا على فكرة يعني الواتش بتقدم لنا كل المساعدة والحقيقة يعني ما حدش بتأخر لنا في حاجة في أي شيء يعني بالعكس ده اختيارنا إحنا يعني إحنا بنختار دايماً العمل المناسب ونعرضه عليهم ما بيبقاش إنت حاطت جنبه ياريتها بقى في رمضان اللي هي الجملة دي لا ياريت ما بقاش في رمضان وخسارة أن أنا مش في رمضان الحمد لله أنا مش في رمضان مش خسارة خالص بالعكس حاول حركة على حاجة زي ما كنا منتكلم قبل التصوير عملت أعمال كتير جداً في رمضان وليش عرفين عملتها بس الضغط أنت نجحت في رمضان في كذا عمل والله يا فنم ده من زوئك بس والله فعلاً الضغط وأسلوب صناعة العمل نفسه في رمضان ممكن ما يناسبنيش قوي بس دلوقتي بقى فيه أعمال بتتعمل يعني وتاخد وقتها وينتزع في رمضان وارد يعني في أعمال كتير وارد يعني ده في إيدك وارد وأنا مش بستسني الأمور وبقول إنها مستحيلة ولكن اللي بقوله بس إنه طول ما أنا مش متشجع مش متضايق يعني وده اللي بحاول أقول حالتك أنا شخصية المبسوطة على فكرة يعني دواعي السفر دلوقتي هو بتزع بره رمضان بالعكس لأنه كمان المنصة من حقها يكون عندها أعمال كتير طول السنة ويبقى فيه فرصة وفيه أعمال كتير ثبتت إنها نجحت بره رمضان لأن دايما العمل الجايد بيفرض نفسه زي ما بنقول طيب أنا حرجع تاني لدواعي السفر وفكرة الإنسانيات اللي جوانا إحنا بقينا الإنسانيات بننساها يعني يمكن في دواعي السفر الإنسانيات هي العنوان الكبير في المسلسل اللي أنت حريست عليه آه لأنه الموضوع زي ما حالتك كنا بنتكلم برضو قبل أن نكون هنا فكرة إن في بعض الناس ارتبطت بالغربة وبعض الناس ارتبطت بالوحدة وبعض الناس ارتبطت بحالة الأب والابن أو رحلة الصداقة اللي موجودة فهو من الأول أنا عارف أنا بحكي نوعية دراما عاملة إزاي فبحاول بقدر الإمكان إنها تكون واضحة وتلمس شريحة كبيرة جدا جدا من المشاهدين صحيح فبالتالي حيبقى نسبة أو فكر فلسفة الحياة موجودة فده بطبيعة الحياة ده شيء إنساني كبير يعني